اشتركوا في القناة مع قوات اخرى في مديريات على الساحل الغربي لليمن ودعا العميد طارق صالح في فعالية اشهار المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الى المصالحة الوطنية وحجد القهود لسعارة صنعاء وهويتها اليمنية التي تقرفها ذراع ايران بشكل يومي لافتا الا ان المقاومة الوطنية لان تكون بديلا لاي مكون سياسي في اشارة الى انها ليست بديلا على المؤتمر الشعبي العام واعتبر البيان اعلان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية تاكيدا على التزامنا بحماية مكتسبات تهامة ولسمرار في مشاركة معركتها التحريرية وخدمة القضايا التنموية كان عبر البيان عن اشهار المكتب السياسي عن شكرهم للدعم الشعبي والسياسي الذي تتلقاه قوات المقاومة الوطنية من قيارة افراد المقاومة الجنوبية وكانت قوات طارق صالح قد تشكلت في مديريات ساحل جنوب غربي اليمن من بقايا قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي كان يقودها نقل صالح بدعم من دولة الامارات مطلع الام 2018 بعد اشهر من فراره من صنعاء اثر مقتل عمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وهزيمته في مواقهته مع الحوثيين استمرت بضعة ايام بعد شراكة معهم استمرت عدة سنوات وكان لهم اسهام كبير في تسهيل اكتياح قمعات الحوثي صنعاء والاستلع على مؤسسات الدولة كما شاركت قواته بفاعلية في القتال ضد قوات الحكومة الشرعية والتحالف خلال عوام 2015 و2016 و2017 ورغم على ان طارق صالح الدائم من قواته لمواقهة جماعة الحوثي الا انه يحتفظ بقواته ككان خارج تشكيلة القوات التابعة للحكومة الشرعية ويرفض الاعتراف بشرعية الرئيس عبدربو منصور هادي وتسيطر قواته على مديرية المخاء وذباب التابعتين للتاعز والخوخة واقزاء من حيث التابعتين للحديدة بعيدا عن السلطات المحلية التابعة الحكومة الشرعية حقنا ان نكون جزء سياسي في هذا الوطن ضمن الشرعية نحن لسنا بديلا لاحد ولسنا ضد الشرعية ولكننا نريد ان نكون جزءا من الشرعية جزءا فاعل في مواجهة العدوان الحوثي في مماركتنا الكبيرة لاستعادة جمهوريتنا واستعادة مؤسساتنا اشتركوا في القناة